هو لا يرى طريق عودته للبيت بصيرته هي دليله للسير قدرته على التركيز هي مقوده ويداه تنبان عن عينيه في القراءة يتلمس أثر قرار وقف مشروع الدعم الدراسي عليه وعلى أقرانه لم يشاهد التحركات المناهضة للقرار لكنه أحس بالخطر الذي يحدق به خطر فقدان المعاون الدراسي في الصف يرسمون لنا الأشياء الواقعية على رسم كوريجات بيجوا أشكال هندسة ويخلونا ندرس الواقع يعني ما بيخلونا غير الكل يعني إحنا مثلنا وندرس نفسنا وبعودونا أن نعمل امتحانات بالصف 12 سنة من البناء التربوي وتقديم الدعم للمحتاجين له ستهدمها مترقة التقليس المتبع تدريجيا من الوكالة يصرخ الأساتذة الذين باتوا على موعد أسبوعي مع التحرك أمام المركز الرئيسي للإنروا راح برنامج الدعم الدراسي ما حيكون في دعم للطلاب ده والاحتياجات الخاصة ده والصعوبات التعلمية وهم كتروا خاصة بعد أزمة كورونا وبسبب الانقطاع عن المدرسة يعني كنا نقول الطلاب صف الأول والثاني كانوا عند النقص بالمهارات ما قبل التعلم لأننا جاي من روضات إسه صار في إنعدام للمهارات فشلت وكالة غوث اللاجئين في ضمان استمرار الدعم الدراسي لآلاف الطلاب ولمائتين وخمسة وعشرين أستاذا كما يقول الأساتذة لكنهم يعيدون بالعمل على رفع راية المطلب بأن تفتح المنظمات الإنسانية العالمية أبواب دعمها بعدما أوصدت أمامهم أبواب الجهات المسؤولة إغلاق باب الدعم في وجه التلميذة الفلسطينيين يعني بالنسبة إلى مجتمعهم فتح الباب أمام أزمات لطالما تربصت به أزمات تبدأ بالتسرب المدرسي ولا تنتهي بالقضاء على مستقبل جيل يعيش القلق في الحاضر حسن خريص العربي جنوب لبنان